الإضغام الناقص في قوله تعالى بسطت فرطتم وبابها بسم الله الرحمن الرحيم الإضغام الناقص في أحطت وبسطت وهذا الباب فرطت وفرطتم اجتمع فيه طاء ساكنة وبعدها طاء متحركة وكما نعلم بأن الطاء والتاء من مخرج واحد إلا أن الطاء مطبقة مستعلية والتاء منفتحة مستفلة أي إن الطاء أقوى من الطاء والقوي لا يدخل في الضعيف فالعرب لم يكنوا يظهرون هذه الطاء عند الطاء ولو أظهروها لقلقلوا وقالوا فرطتوا ولم يكونوا يدغمون الطاء في التاء إضغاما محضا ولو فعلوا لقالوا فرطت وإنما كانوا يطبقون طرف ألسنتهم على طاء ساكنة غير مقلقلة ويجافونه عن طاء متحركة هكذا فرطت قال أحطت بما يعني يقول القارئ أحط فيأتي بطاء ساكنة غير مقلقلة ثم من غير صوت يباعد لسانه حتى يصير على هيئة الطاء ثم يجافيه صار عندي ثلاث مراحل المرحلة الآلة الأولى إطباق على طاء غير مقلقلة ومن قبل ما فرط ومرحلة الثانية غير مسموعة تغيير شكل اللسان من طاء إلى تاء بتقليل الجزء الملاصق والذهاب باستعلاء أخصى اللسان الذي كان في الطاء ثم المجافة عن تاء هكذا قَالَ أَحَطْتُ بِمَا وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ لَإِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكْ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِيهِ ترجمة نانسي قنقر